اتوقع مباراة أربع مطشط بالنسبة للنادي الأهلي وأنا السؤال ده سألته مثلا نحو الابنسلم ممكن يكون ليه وجهة نظر مختلفة هل النادي الأهلي في الأربع مباراة القادمة أو في بقية الموسيقى هل تهمه النتائج ولا يهمه تحديد مصير بعض اللاعبين واكتشاف شكل مختلف للفريق للموسيقى أعتقد النادي الأهلي من ساعة ما قال الخواجة أنه أوريح الناس الكبار هو مش فارق معه نتائج هو فارق معه الأداء والبناء للسنة القادمة يعني هو مش فارق معه النتائج هتحصل إيه بدليل أنت تعادلت النهاردة مع فرق في آخر ده أو إستان كاملين فرق قبل أخير ما حصلش أي حاجة بتتعدل مع فرق كتير وما تشاب بتكسبها بتطلعها كسبت وما تشاب المقصة في الكاس بتطلعها الروح في الداية التسعين بضرب الجزاء فالأداء مش فارق أوي أو النتائج مش فارق أوي مع المسؤولين في النادي الأهلي أعتقد المسؤولين بيفكروا في السنة الجاية اللعبين اللي ممكن تستفاد بهم ناشئين حتى لو أنا السنة دي حتى ما أخدش كاس؟ لا أعتقد الكاس هيتحاسب عليه أعتقد بس خلي بالك الكاس هيتلعب إمتى؟ هيتلعب لسه بعد 15-9 يعني الكاس هيبقى فيه اللعبة كبيرة اللعبة كبيرة كلها رجعت وكلهم بقى متواجدين وهتبقى إن شاء الله ستفتح للسنة الجديدة إنما أنت بتتكلم على السنة اللي هي اللي فاتت أو الصالح ماضي يعني خلاص مسم صفري بالنسبة لك الكاس قديم خسرته دوري خسرته بطولة أفريقيا خسرتها مفيش مكسبتش غير السوبر وخدت تالت عالم ده اللي عملته السنة دي آه طبعا تالت عالم ده إنجاز يعني الحسنين الناس بس إحنا تعودنا عليه في النادي خلي بالك مشكلة النادي اللي قال لي وجماهيرو إنهم ما بيعرفوش يفرحوا إنت عارف لو في رأة تانية خدت تالت العالم يلا هو يلا هو ده عشان بياخدوا دوري بيطلعوا يركبوا فوق الصور وبينطوا على بعض وحاجات غريبة بتحصل أنا مش أقصد حاجة والله أنا باتكلم في العموم أنا باتكلم في إحنا ما بيعرفش نفرح جمهور النادي اللي قال لي عمتا ما بيعرفش يفرح البطولة بيحب يفكر في البطولة اللي بعدها يعني برضو إنت عارف أن إحنا ماشي قول العموية إزاي هل ده غلط ولا صح بكورة في رياضة ما تحتفلش بالبطولة لا طبعا إن إنت لا إن إنت يعني ما تقبلش بالهزمة بأنك ممكن تبقى مش في حالتك فما تكسبش صدقني غلط أو بمعنى صح رياضة عمتا تنافس مكسب وخسارة بس التعود والفترات الطويلة البعيدة اللي إنت بتبقى بتكسب فيها بتديك عارف لما تكون حاسس إن إيه يعني أنت خلص الطبيعي بتاعك أنت بتكسب فلما بتخسر بتبقى الكسرة جمدة شوية خصوصا لما بتبقى بطولة طويلة عارف لو بطولة كاس مثلا بطولة مجمعة في حتة معينة بتبقى العملية هتاخد وقتها وتعدي إنما دوري على مدار عشر شهور أو ثمت شهور بتبقى وقعته أقوى وإحساسك بأنه ضع منك بيبقى أصعب شوية خصوصا لما بتشوف اللعيبة هي هي هم هم اللعيبة هي هي والمدير الفني كان هو هو وكل حاجة هي الحاجة الوحيدة اللي ما كانتش مزبوطة هي الناحية البدنية بس والحد دلوقتي أرجع وأقول مصر موسيماني عبقري في الملعب ولكن في الناحية البدنية والتدريبات كان معه واحد يعني يخلص عليه